اشتركوا في القناة سأشرح لكم الشركة تعمل في مجال الربح من الاعلانات بعض الاخوان سيتساءل عن كيفية الربح من هذه الشركة يعني لن اعطيكم طريقة واحدة للربح من هذه الشركة بل سأعطيكم عدة طرق للربح هذه الطريقة فقط يعني تعتبر كيعادة الحصول على المال الذي سيتم مثلا انفاقه في الاعلانات فقط هذه طريقة اخرى للربح يعني ستضع انت يعني على حسب ما تريد تضع ثلاث طرق او اربع طرق يعني ربحية وسأشرح لك بالتفصيل ان شاء الله كيف ستربح من هذه الطريقة الامر وما فيه هو كأنك ستقوم بعمل اربطراج وبالتالي ستقوم بالترويج لعروض السي بي طريقة مجربة وفعالة جدا اذا هذه الشركة شركة بروبولار ادس هي شركة معرفة يعني تشبه يعني جوجل ادسانس في طريقة العمل بها حيث يمكنك ان تقوم بالاشتراك في هذه الشركة كمعلن وكناشر يعني يمكنك ان تربح منها ويمكنك كذلك ان تعطي نسبة عمولة وتقوم بوضع مثلا اعلانك في هذه الشركة بالنسبة لطريقة عمل شركة الاعلانية مثلا هناك شركة يعني تعطيك ثمن كبير للاعلان عندها وهناك شركة تعطيك ثمن صغير للاعلان عندها لكن هناك دائما كل شركة وتعطيك امتيازات مثلا شركة بروبولار ادس تعطي امكانية الربح منها بشكل جيد مثلا تعطي نسب جيدة في السي بي ام والسي بي سي اذا هذا بالنسبة للنقر وكذلك البوب اندر الخاصة بالشركة هذه الشركة شركة اخرى اسمها ازيموب هذه شركة معروفة جدا لترويج عروض السي بي وقد سبق وشرحت لكم كيف تتعامل مع شركة سي بي بولد وكيفية الحصول على تحويلات عن طريق انشاء صفحات الهوبوت بالنسبة لصفحة الهوبوت التي سنشرح عليها اليوم ان شاء الله في هذه الحلقة هي صفحة سبقة وقمت بانشائها كما تشاهدون هذه الصفحة عبارة عن صفحة الهوبوت بها مثلا كما تشاهدون هذه البوب اندر خاصة بالشركة بروبولار ادس تظهر هنا كما تشاهدون يعني هذا فهو اعلان وانت تحصل على نسبة عمولة عندما يظهر هذا الاعلان في الموقع الخاص بك كما تشاهدون انا توجهت الى صفحة الهوبوت الخاصة بي ووجهاني الى الاعلان لكن يجب ان تتبع هذه الشروط حتى لا يكون هناك اي مشاكل في صفحة الهوبوت الخاصة بك بداية الاخوان الذين لم يشاهدوا كيف تم انشاء صفحة الهوبوت مثل هذه او اي صفحة مشابهة لهذه الصفحة شاهدوا فقط يعني الفيديو السابق سيشرح لكم كيف يمكنكم ان تنشئوا يعني صفحة الهوبوت بهذه الطريقة او طريقة مخالفة سأضع لكم الفيديو في صندوق الوصف اي اسفل هذا الفيديو اولا سنقوم بالمرور هنا ستزعجون هذه البوب اندر سأقوم بخلاقها كما شاهدون هنا اطارت لي مرة اخرى اعلان خاص بالكامل اذا يأتي بالربح عن طريقة البوب اندر من شركة برو بولار ادر كما شاهدون بالنسبة للصفحة الهوبوت يوجد بيع لوغو عنوان صورة هنا كورس مجاني كما شاهدون هنا لدينا مثلا عرض مثلا لشركة سي بي انت يمكنك ان تقوم باضافة العرض الذي الجديد لدينا مثلا هنا عرض لشركة سي بي كذلك هنا عرض اخر كذلك هنا وسيلة للتواصل اذا هذه هي صفحة الهوبوت الخاصة بنا هي صفحة بسيطة جدا تم انشاؤها على بلوكر وهذا هو الرابط الخاص بها اذا انت عندما تربيد ترويج الصفحة الهوبوت لن ترويج لهذا المباشر بل يجب ان ترويج لهذا الرابط يعني رابط الصفحة التي قمت بانشائها لان رابط الموقع فقط يعني بالبون كوم فلن يظهر بيجي لكن يجبلك ان ترويج لهذا الرابط اذا كيف ستحصل علي فقط عني من صفحة الهوبوت التي قمت بانشائها تقم بالضغط على هذا المكان هنا وتظهر معك هذه الصفحة تقم بالاسخة اذا قلنا ان صفحة الهوبوت لن نشرح طريقة عملية ناتي الى شركة بروبولارات بالنسبة لطريقة الجيل فهي سعلا وبسطة جدا تضغط على السيقناب الرابط الشركة سأضع لك في صندوق الوصف اذا كنت تريد ان تتسجل من الشركة او يمكنك البحث عنها في جوجل اذا هنا قلنا انه يمكنك ان تتسجل عن طريقة بابلاشر او ادفر تاسر يعني كناشر او كموالين اختر ما تريد انت انا هنا ساختر مثلا ناشر بالنسبة للمعلومة التي يطلبها يختر منك هنا ان تقوم باختيار علواء اسم يعني حساب شخصي ام حساب شركة اختر هنا اندي فيديو في حالة كان حساب شخصي شركة في حالة كان حساب شركة هنا بالنسبة للرزيدنس يعني مكان التواجد الخاص بك اختر الدولة الخاصة بك ضع المدينة هنا ضع العنوان السكن الخاص بك ضع الاسم الاول الاسم الثاني في حالة كان اسمه كاتولاتي ضع الاسم الاول والثاني هنا وضع الاسم الاخير هنا الاسم العائل اذا هنا الايميل رقم الهاتف يجب ان يكون هنا مضمن بهذا الشكل اولا على سبيل المثال في المغرب اقوم بوضع صفرين مئتين واثنى عشر ثم ستة ثم مثلا الرقم الخاص بك يجب ان تضع الرقم بالنسبة لهنا الماسنجر نيك نيم ضع هنا مثلا الاسم الذي تستعمل مثلا في الماسنجر او التليجرام ثم الموافقة على الشرط مال هذه الخانة اضغط على السيقناب ستحصل على رسالة الالكترونية في البارد الخاص بك في حالة طلب تفعيل ويضغط على ر束 بالتفعيل وفي حالة لا ادخل الى الحساب بشكل المباشر. انا هو ناس اقوم بالضغط على السيجن اللي اقوم بالتقول الى الحساب. اذا كما تشاهدون بالنسبة لي حساب هذا هو الحساب هنا كما تشاهدون. هنا يظهر لك يعني الضغطة المثلا هنا اربع نقارات كما تشاهدون. هنا يظهر لك السي بيم كما تشاهدون وهنا يعني بالنسبة الاربع الخاصة بك. اذا هذه النسبة ستتافع بشكل جيد عندما يتأكد الموقع ان الصفحة الخاصة بك جيدة. لكن سيتم حضر الموقع الخاص بك اذا لم تستعمل هذه الطريقة التي سأشرح لك الان في هذه الحلقة. اولا عندما ترغب باضافة الموقع الخاص بك يعني اه هنا بالنسبة للتفع سنشرح التفع اولا ثم نشرح كيف تقوم باضافة سكريبتات وكل هذه الامور. اه بالنسبة لي هنا يمكن كنت تتوجه الى هذا القسم قسم البروفايل تقوم بالتعديل على معلومات الحساب خاص بك هنا قسم التفع كما تشاهدون بالنسبة لوسائل التفعيل المتوفرة في الموقع فهنا فهو يوفر لك البيبال الكيوي سكريل الويب موني والينديكس موندي الموني بالاورو والبيبال بالدولار اه بالنسبة للبايمنت هنا كما تشاهدون اه حدود التفعيل هنا فهي في مئة دولار لذا كما تشاهدون هذا هو الرصيد الذي لدي يعني انا لست شخص يعني قديم لك الموقع لكن فقط انا اشارك معكم بتجاري باني هذه فقط يعني اتت من نقرة او نقرتين اولى اذري المهم هنا تجي يعني الخاص بك يعني الاربع الخاص بك بالنسبة للبروفر البروغرام هذا الرابط يمكنك ان تربح منه بنسبة خمسة في مئة مع الاشخاص الذين يعملون معك مثلا في نفس الطريقة اه هذه الشركة يمكنك ان تضيفها الى وورد بريس او بلوبر او منصة اخرى اي منصة كانت لديك اذا هنا تقوم بنسخه وتقوم بمشاركتي مع الاصدقاء وتربح نسبة عمولة خمسة في المئة للاشخاص المتفاعدين اذا بالنسبة لي اه هنا ستاتيستيك لديك كل التحاليل التي ستجدها يعني تأتيك والزيارات وكل هذه امور اه بالنسبة لهذا القسم هنا لديك ديريكت لينك هنا يعطيك الموقع ان تقوم باعدد ديريكت لينك يعني تقوم بوضع رابط مباشر اما بالنسبة لي هنا لديك طريقة وضع الموقع بالنسبة للموقع هنا كما تشاهد انا هنا تم رفض يعني موقعين وموقع يعني لم اقوم بتفعيله بعد وموقع هنا تم اه قبول وهو هذا الموقع يعني صفحة الهبوط لكن لماذا لماذا تم رفض هذا الموقع ولماذا تم اه يعني القبول على هذا الموقع بالرغم من انه نفس صفحة الهبوط الامر هذا هو الذي اردت ان اشرح لكم اذا بداية هنا تأتي الى added site تقوم بوضع عنوان المدونة الخاصة بك مثلا لنقل على سبيل المثال هذا هو عنوان المدونة الخاصة بك على سبيل المثال كمثال يعني انا اعطيك فقط اعني كمثال هنا تقوم بالضغط على added بهذا الشكل يعطيك هذا الكود كما تشاهدون هنا هذا الكود اي ناس تقوم بوضعه اذا هذا الكود اولا يجب ان تقوم بنسخه وتقوم بالتعديل عليه ثورك كيف ذلك يفتح فقط يعني اي متصفح يفتح مثلا traduction google او ملف text تقوم بوضع هذا الكود اختاره الانجليزية تقوم بوضع الكود كل ما عليك او ان تختار هذا النام كما تشاهد هنا تقوم بنسخه بهذا الشكل نسخي قم بنسخه اولا يعني عمل له copy قم بنسخه ثم قم بحذفه بهذا الشكل ها قد حدفنا نأتي الى هذا المكان في الاخير هنا كما تشاهد هنا نقوم باللسقه بهذا الشكل مرة اخر اذا نحذفه من الاول ونلسقه في الاخير اذا هنا بعد ان قمنا باللسقه سنأتي الى هذا الخيار هنا ونضيف هذا الرمز الذي هو splash بهذه الطريقة بهذه الطريقة كما تشاهدت الان اصبح لدينا الكود جاهز سنقوم بماذا سنقوم بنسخه بهذا الشكل نقوم بالحصول عليه بشكل كامل هكذا لان الشفرة الخيار التي يعتبر لان يتم قابلها الا بها هذه الطريقة التي اشرح لك انا ستجد معها مشكلة وانا وجدت صراحة هذا المشكل اذا سنقوم بنسخها لهذا الشكل سنأتي الى منصف برور الخاصة بنا نتوجه الى المطار الى هذا المكان هنا ثم نتوجه الى هنا تعديل ثم تعديل هشامل هنأتي الى الهد هذا هو الهيد هنا هذا هو الهيد نأتي الى اسفل الهيد في هذا المكان هنا بالنسبة للهيد يمكنك ان تقوم فقط بالضغط على زر ctrl F وتضع هذا الرمز ثم تكتوب هيد إذا لم تأتي الهيد مثلا تكتوب هيد بهذا الشفر نقوم بإغلاق الرمز الضغط على enter سيظهر معك الهيد هذا هو الهيد نأتي الى اسفل الهيد ثم نقوم برسق الشفراء الخاصة بنا إذا عندما تقوم برسق الشفراء الخاصة بك تقوم هنا بالضغط على حفظ المعلومات سنقوم هنا بحفظ المعلومات أنا لن أحفظ المعلومات لأنني سبق وقمت برسقها أنا أخبركم فقط ثاني الطرق إذا سأعود من هنا اوكي إذا وضعت شفرة الكود الخاصة في الموقع الآن الموقع الجاهز بالنسبة للمدونة سنعود هنا الى الصفحات هل ترى الى الصفحة الخاصة بنا؟ معرفة يبدو أن أردك حتاب على السنس لبس خدمة حتى تختلف المهم ليس مهم هنا الصفحات ليس الأربع نعم هنا بالنسبة للجزء الآخر أخبرونك هل تريد إضافة Google Adsense بالنسبة لهنا كما تشاهدون إخوان هنا هذه الصفحة التي لدينا نكون هنا سأكون فقط إغلاق هذه هذه الصفحة هنا بها البوب أندر كما تشاهدون قمنا بتفعيلها بالنسبة للبوب أندر كيف تستقوم بوضعها بالطريقة الصحيحة حتى لا يتم عمل ماذا؟ حتى يتم عمل رجيكتد للمواقع الخاص بك سنعود هنا الى المواقع حتى لا يتم عمل رجيكتد كما تشاهدون هنا عندما كنت بإضافة هذا الموقع قام بعمل حتى لا يتم عمل رجيكتد مثل هذه بالأحمر هنا كيف تقوم بالحفاظ عليه و تقوم بالعمل به وتحصل على أربع تأتي مثلا الى عندما ترغب بوضع تأتي الى أولا تختار مثلا هنا وبعد المواقع يمكنك أن تختار الماتوري نخشار البوبندر بهذا الشكل تقوم بإضافة لها اسم مثلا نعم نخشار اسم مثلا اسم البوبندر و تنقوم بالضغط على الوجه المهم نقوم بالضغط على الوجه إذاً عندما تضغط على الوجه يعطيك هذا الرابط الذي هو خاص بالبوبندر سنقوم بالنسخة أولا اولا نقوم بالنسخة اين سنقوم بالوضع الرابط لنضعه في المضعر يعني لا سنضعه في المضعر يعني لسنضعه اسفل الذي في المضعر تقوم بالضغط على الوضع ثم تأتي الآن ماذا تأتي الى هذا الجزء هنا تقوم بالضغط عليه وتختار عرض بهذا الشكل عرض ثم تأتي الى هنا وتبحث عن الهيد قلنا انه نكتب هذا الرمز الذي هو هيد نقوم باغلاقه نضغط على انتر يظهر معك الهيد هنا اسفل هذا الهيد كما تشاهدون هنا اسفل هذا الهيد هنا هنا ستضع انتر الكود الخاص بك اذا تقوم بوضع الكود خاص بك وتقوم هنا بالضغط هنا على اة مرة اخرى تقوم بالضغط واولا تقوم اذا بعد ان تقوم بوضع الكود قم مضطنا على على تقوم بالضغط على عرض تظهر معكom الصفحة بهذه الطريقة تقوم هنا بالضغط على تعديل إذن تقوم بالضغط على تعديل وسيتم حفظ الكود الخاص بك إذن عندما يتم حفظ الكود الخاص بك نعم ونسأقوم بالضغط على cancel عندما يقوم الموقع أو بلوغر بحفظ الكود الخاص بك ستكون صفحة الكود الخاصة بك جاهزة وبها إعلانات البوب أندر الخاصة بموقع بروبولار وهذه الإعلانات فهي مربحة إذن نأتي هنا إلى statistics الآن قلنا أن صفحة الهوبوط لدينا عرض يعني عرض وضعناه هنا هي عروض خاصة بالسي بي كذلك يعني هذه الشركة التي هي شركة قمنا بأخذ منها عرض وضعناها في هذه الصفحة كذلك لدينا البوب أندر بالنسبة لشركة إذنوب يمكن أن تقوم بعمل إعلان على هذه الشركة وهي شركة رائعة جدا لترويج عروض السي بي لكن المشكلة في هذه الشركة هي هو أنه أقل مبلغ لإضافته في الشركة فهو خمسين دولار كان مئة دولار لكن قاموا بتقلص المبلغ إلى خمسين دولار لماذا هذه الشركة تضع مثلا مبلغ مثل هذه لأن الشركة كذلك هناك قسم المونيتشيز أو قسم العمل مع الشركة لكن فهي تعطيك إمكانية لتعب الأرباح في حدود خمسمائة دولار مما يتيح للشركة إمكانيات أخرى يعني دائما كما نقول يبقى لديها دائما العملاء وكذلك الناشرين متواجد إذن هذه الشركة تستعمل شروط رائعة جدا يمكنك أن تقوم بترويج عروض سيبي عليها أو صفحة الوضوط التي قلنا رابط صفحة الوضوط الخاصة بك على الشركة يمكنك ترويجها على شركة إزيموف سأطفق لك رابط الموقع الخاص بها إذن قلنا أن هذه هي الطريقة وبهذه الطريقة تمشهد هنا كذلك تختار يعني تعطي سعر أقل يعني تعطي سعر أقل من سعر التي ستربح من شركة بروبولار أدس وبهذه الطريقة تكون أنت قد كنت بشير الطرافق من شركة أخرى كذلك تختار دولة أخرى مثلا عند عمل إعلان في شركة إزيموف فأنت مثلا عندما تقوم باستهداف مثلا دول أمريكا والجيد في هذه الشركة أنها هي من تحدد لك يعني أنت تحدد نسبة الربح التي ستعطيها مقابل يعني الزوار يعني ليست الشركة التي تعطيك بشكل إجباري مثلا أن تعطيه مثلا نصف دولار للزيارة أو مثلا درهمين أنت تختار مثلا الرصيد التي تريد مثلا يمكن أن تضع 0.02 وتحصل على زيارات من أمريكا لذلك قم بجلب تلك الزيارات إلى شركة بروبولار أدس وستربع منها عن طريق شراء الترافيك كذلك ستكون قد روجها لعروض وهذه الشركة فهي شركة رائعة وجهيدة جدا لترويج عروض كذلك هناك إمكانية أخرى لوضع منتجات أخرى سعشر حوالك في هذه الحلقة إن شاء الله يعني أكبر الاستفادة الخاصة بك وتستفيد إن شاء الله بشكل كبير مثلا لنقول على سبيل المثال على سبيل المثال يعني كمثال مثلا لديها هذه الشركة التي اسمها باست مثلا باستشانج إذا هذه الشركة هنا سأقوم هنا يعني كنت بالتجهيل فيها هذه الشركة تعطيك إمكانية ربح مثلا تربح من الأشخاص الذين يتسجيلون في الموقع وكذلك الأشخاص الذين يقومون بزيارة الرابط الخاص بك يعني فقط تسجيل والزيارة تربح منها إذا يمكنك أن تقوم بالتسجيل سأضع لكم كل روابط سأضع لكم في السند بروسف إن شاء الله أنا أشارك معكم الطرق التي أستمر أنا شخصيا إذا كما تشاهد مثلا الشركة الرصيدي فيها هو 1.38 دولار فقط يعني من 18 شخص كما تشاهد ربيحت 1.38 دولار وهنا التحويلات يعني ثلاثة أربعة يعني هذه قيمتها 1.38 دولار يمكنني أن أقوم بسحبها الآن بالضغط على ثم أختار هنا وسيلة السحب مثلا بالنسبة للبروفيل الخاص به المهم المهم مثلا هنا تقوم بالتوجه إلى البروفيل الخاص بك تقوم بوضع وسيلة السحب الخاصة بك يجب أن تضع وسيلة السحب الخاصة بك كما تشاهدون هنا بالنسبة لوسائل السحب أو هذه هي وسائل السحب التي يمكنك أن تسحب عليها هنا يمكنك أن تقوم بسحبها الآن سنعود إلى هنا مثلا هنا مثلا هنا مثلا نقوم باختيار مثلا كما تشاهدون سنقوم بالترويج لهذا الموقع ونربح منه في صفحة الوقت الخاصة بنا إذن كما تشاهدون هذه كلها يعني الصفاحات أو عفوا هي بانرات كما تشاهدون بانرات سأقوم فقط بنسخ البانر سترون بهذا الشكل أقوم بنسخ الكود الخاص به هذا الموقع هو عبارة عن موقع تحويل العملات كيف يعمل هذا الموقع يعمل يعني بتحويل العملات يمكنك أن تختار مثلا هنا exchange قمنا بنسخ البانر أولا هنا مثلا مثلا أردت أن تريد مثلا تحويل المال من البيتكوين وهذا المال في البيتكوين وأردت أن تقوم بتحويله مثلا إلى البيتكوين هنا بالأول والبيتكوين تختار مثلا هنا في الأول give بيتكوين receive paypal إذن عندما تقوم باختيار هذه الأمور هنا انظروا ماذا يظهر لكم هنا يظهر لكم العديد من المواقع التي هي مواقع صادقة ويقول لك هنا reserve مثلا هنا هنا مثلا هذا الموقع الذي هي 380 يعني هذا الموقع يقوم بالعمل بشكل جديد كما تشاهدون reserve وهنا عدد الأمور التي تم تحويلها في هذا الموقع إذا أردت تحويل في هذا الموقع يكون المالك هو النقر بهذا الشكل يوجيك لرابط الموقع التي تتم عليها عمليات التحويل إذن هذا هو الموقع المدكور هنا كما تشاهدون كذلك يمكن التحويل عبر مواقع أخرى هذه كل الأمور ستستفيدون إن شاء الله لكن فقط ادعمونا لأنني إذا أجد بعض التامنين من بعض الأخوان وبعض الأخوان يقومون دائما بنقرن الجميل على ما أتقل إذا المهم حصلنا على البانر سنعود إلى ماذا سنعود إلى صفحة لابط خاصة بنا كيف سنقوم بتطمين البانر مثلا لنقوم بإضافة إعلان خاص بنا إذن مثلا هنا لدينا هذا اللوغو سنقوم بالضغط على زر الأيمن سنقوم بفتحه أولا سنقوم بتوجهه هنا نقوم بلسق البانر الخاص بنا حتى لا يتومنا إذن لسقنا كود البانر الخاص بنا هنا سنعود إلى هنا كما تشاهدنا هذا هو رابط الصورة سنقوم بنسخه لنرى مكان جيد لنطاع الإعلان الخاص بنا سنقوم بتوجه إلى صفحة طبول سنقوم بإنشائها نقوم بالضغط عليها بهذا الشكل ثم مرة أخرى ستظهر معنا صفحة طبول بعد ذلك نبحث في الأقوات الخاصة بها على مكان مناسب لرسق البانر الخاص بنا إذن أولا نقوم بالضغط هنا نقوم بالضغط هنا في الفراغ ثم نقوم بالضغط هنا في الفراغ ثم نقوم باللسق رابط الصورة بهذا الشكل ثم الضغط على الآن ماذا ظهرت معنا هنا ظهرت معنا الصورة هنا كما تشاهدون الأكود يعني بدأت هنا الآن ماذا ظهرت هنا أسفل كود وكما تشاهدون هنا حيث هنا أسفل كود حيث يمكننا أن نقوم بإضافة الكود الخاص بنا إذن هذا هو المكان الجيد لوضع الكود الخاص بنا سنأتي إلى هنا لنحصل على الكود هنا سنراكد ما كان نسينا أي شيء نعم هنا الكود الخاص بنا كامل من سكريبس إذا سنقوم بنسخ الكود الخاص بنا نعود إلى مدونة بلوكر الخاص بنا نأتي إلى هنا أولا يجب علينا أن نقوم بتوسط الإعلان لأننا إن وضعنا الإعلان سيظهر يعني هكذا في اليسار يعني يظهر إلى اليسار هنا ولكن نريد أن يظهر لدينا شو بواسط هنا كيف سنقوم بتوسط هذه هي كلها عبارة عن أكواد برمجية تقوم يعني بترتيب هذه الأمور الخاصة بك هناك أكواد تتحكم في الروابط وهناك أكواد تتحكم يعني في جمالية الصحة الروابط الخاصة بك إذن فقط كل ما عليك هو أن يعني تعدل عليها بشكل يعني جيد دون أي أخطأ سنأتي إلى هذا القسم ثم أولا سنقوم بوضع قوس غضاء ليس قوس هو بل هو يعني الرمز وسنقوم بوضع center بهذا الشكل كما تشاهدون ثم نقوم بإغلاقه ثم نقوم بالضغط على enter ثم نقوم بلسق الكود الخاص بنا لاحظا نقوم بلسق الكود الخاص بنا لقد قمنا بلسقه كما تشاهدون قمنا بلسقه نأتي إلى أسفله ثم نقوم بوضع قوس آخر نقوم بكتابة center بهذا الشكل ثم نقوم بوضع هذه العلامة ثم نقوم بإغلاقه لماذا وضعت هذه الأمور؟ ليصبح لدي الكود في الوسط إذا وضعت الآن الأمور الخاصة بي سأقوم بمرة أخرى هنا أقوم بأعرض بهذا الشكل تنتغير نعم سأقوم بحفظ بهذا الشكل هكذا تعديل إذا عودة مرة أخرى سأقوم بإغلاقه أغلق كده بهذا موقع يعني خاصة بالأفليات يعني كل ما تريد يمكنك أن تقوم بعملي ليس فقط عن ما أقول أنا أنا فقط يعني أشرح لك طريقة تبادل والحصول على أرباح من أمور أخرى إذا هنا سأقوم بعرض الصفحة لنرى كيف تمت وضع الأمور إذا كما تشاهدون إخوان عفوا إذا كما تشاهدون إخوان هنا 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 ظهرت لدينا صورة البانار الحاصة بالشركة كما تشاهدون هذه ظهرت لدينا هنا وظهرت لدينا في الوسط كما نريد لكن ظهرت متقاربة قليلا مع الوغ وهذه الأمور يمكن تعديل عليها فهي أمور بسيطة جدا كل ما عليك هو أن تقوم بالتوجه هو تقوم بوضع يعني فراغات فقط إذا نأتي مرة أخرى يبحث فقط يعني على الصورة وقم بوضع فراغات أو يمكنك أن تقوم يعني بوضعها أسفل يعني كود آخر إذا هقد وضعنا كما قلنا هذه البانار هنا يمكنك أن تقوم بوضع بانار أخرى مثلا سنرى في مكان آخر سنرى بانار أخرى هنا في اليت نعم نعم هنا بانار سنحصل مثلا على بانار آخر مثلا هذا البانار هذا نقوم بالحصول عليه جمالات يومنا نقوم بحصول على مكان آخر نقوم بشكل كما ترى هنا نبحث عن هذه الصورة نقوم بتسخيل الإنوان خاص بها نتواجه إلى مدونتنا نضغط على تقرير وضع رابط الصورة نضغط على تقرير كما تشاهدون الصورة متوفرة لدينا هنا كما تشاهدون في الاسفل هذه الصورة هنا نأخذ الكود كما قلنا رخاص بنا هذا نحصل عليه نعود الى هنا نأتي اسفل او وراء الـ اذا هنا سنأتي بعد الـ سنطرق الـ ونأتي تحتوا بهذا الشكل ثم نقوم بعمل بنفس العملية هكذا ثم ثم اغلاق ثم لسق الكود الخاص بنا ثم اعمل مرة اخرى هكذا ثم ثم هذا الرمز ثم 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 هكذا الآن وضعنا الامور بشكل شيء عرض عرض وضع تبديل هكذا تعديل تم ذلك سنأتي الى الوراء مرة اخرى مرة اخرى نغلق هذه الامور هنا وانتهينا منها سأتغلق لكم بعض الرابط التي تستفيدوا منها اذا عرض الصفحة الخاصة بنا اذا هنا تظهر لدينا اولا البوب اندر ثم يظهر لنا بعض الشركة الاخرى الموجودة هنا على صفحة الوض كما تشاهدون هنا البانار الثاني تظهر هنا كما تشاهدون اذا يمكنك ان تضع الحجم المناسب حسب صفحة الوض التي قمت بتعديدها اذا ضهر لدينا كما تشاهدون اندر بانارات وكذلك لدينا اول سيبه كذلك لدينا شركة اعلانية تعمل يعني تعمل بها كعربية تراج يمكنك ان تربح من ا كذلك لدينا هذه الشركة هنا يمكنك ان تقوم ب نشاء حساب على هذه الشركة والعمل كمبالين هي شركة رائعة جدا في مجال الاعلانات وكذلك ترويج عروض السي بي اي كما تشاهدون هنا هنا يمكنك ان تقوم بعمل مملك حملات لعروض السي بي اي السي بي اي وال سي بي اي السي بي اي يقلها متوفرة هنا كذلك بالنسبة للسي بي ام والسي بي سي وكذلك الار تي بي كما تشاهد حتى يمو متوفرة هذه الخدمة سأشرحها ان شاء الله في حلقة اخرى اذا هذه الشركة اخوان يمكنك ان تقوم بانشاء حساب معلنونها وتقوم بإضافة مبلغ خمسين دولار ويجب ان تكون لديك اكولا فكرة عن طريقة انشاء حملة اعلانية في هذه الشركة حتى تكون لديك الكفاء الجيدة لعمل حملات اعلانية يعني لا تأتي وتنفق مثلا خمسين دولار دون ان تقومين باستهداف المجال المعين الذي سيجلب لك ارباح جيدة جدا وكل هذه الامور اذا كان هذا كل شيء اخواني اتمنى ان تجاهدكم الحلقة كل الرابط سأضع لكم في صندوق الوصف ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وكذلك تغطي على زر لايك اذا وجدتم ان هذا الفيديو مفيد ومشاركة هذه المعلومات الاصدقة لتعمل فائدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته